وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد علىها الجميع والحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله عز وجل أن يبارك للعروسين أن يبارك لهما ويجمع بينهما على خير ونحن نتشرف جدا وخاصة نتشرف لأنه العريس بالنسبة لي عن زول زميل في الجامعة ونعرف بي الخلق القويم والاستقامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يبارك له في زواجه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ بيتهما يعني غنا ورحمة وعلمة وأن يرزقهما الرزق الحسن الحلال إنه لي ذلك والقادر عليه ولا أطيل إن شاء الله في كلمات قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فمن الآيات وهي العلامات العظيمة التي تدل على عظم قدرة قدرة وعلى الله سبحانه وتعالى وعلى أنه المستحق للعبادة أن شرع لبن البشر السبيل الحلال الذي يبقون به على النسل الإنساني ألا وهو الزواج وهذه طريقة كرم الله تبارك وتعالى فيها الإنسان وحفظ له نسله وحفظ له أخلاقه وحفظ له مجتمعه وحفظ له دينه ومرؤته وحفظ حقوق العيال ولذلك يا أخواننا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى أنه على الإسلام وإلا فلو نظر إلى غير المسلمين لوجد فيهم أن هؤلاء يقضون الشهوات كالبهائم وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فضل الله عز وجل على الناس بالزواج على الإسلام كان المرأة يدخل عليها الرجال سبعة فإذا أنجبت ولدا فإنها تنسبه إلى من تشاء ومن ذلك أن الرجل والعياذ بالله يرسل زوجته إلى رجل مشهور بالشجاعة والفروسية والأخلاق التي يرتضيها هو فيذهب فيذهب إليها ويزني بها قال في زعمه حتى تأتيه بولد له نفس صفات ذاك الفارس دياثة عجيبة أخلاق ما فيه حقوق ضاعة ونفس تلك الجاهلية يراد لها أن تعاد اليوم الناس الليلة اللي بأيدوا في الاتفاقية اللي بسموها سيداو واحد من القضاة بتكلم معاه قال من أخطر ما في هذه الاتفاقية إن الإنسان ممكن زوجته تمشي تمارس الزنا وما يقدر يتصلط عليها ده في مجتمع بتاع سودانين ممكن الواحد فوقهم يموت في عرضه ولذلك يا أخواننا نحن بنقول الزواج في الإسلام ما أمر بتعقض شهوة ربنا جعل من الآيات العظيمة على قدرته وعلى استحقاقه للعبادة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها فجعل الراحة والسكون والطمأنينة بين الزوجين هذا أيضا من العلامات وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ولذلك دي أخواننا دعوة لكل شاب لكل شاب مع كثرة الفتن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء إنه يا أخواننا يبادر للزواج وما يخشى التكاليف خلي عقيدتك في الله سبحانه وتعالى قبل العصر شيخ أحمد جزاء الله خير تكلم عن موضوع العقيدة لأن يا أخواننا الإنسان إذا أقر لله عز وجل بالربوبية الكم قررنا المشركين الأوائل ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام فإنه لا يأخذه هم في موضوع الرزق لأن ربنا الخالق رازق ربنا سبحانه وتعالى قال وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض شوف القسم من الله سبحانه وتعالى على أمر محتوم ومكتوب ما دام الإنسان عايش في الدنيا فورب السماء والأرض إنه لحق يعني الرزق حقك مثل ما أنكم تنطقون زي ما أنت بتتكلم الرزق بتاعك دح يصلك وده من الربوبية وده ما كان حتى ناس أبو جهل عندهم فيه كبير مشكلة ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون ولذلك أخواننا الزواج آية من آيات التوحيد ربنا هناك ذكر في صورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت كادت أن تلد وتضع ما في بطنها فلما أثقلت دعو الله ربهما الزوج والزوجة لما سألوا الله الولد ربنا أدعوهما الولد فلما كاد الولد أن يخرج ويصير في هذه الحياة الدنيا دعو الله الاثنين الاثنين ربهما لئن آتيتنا صالحا يعني ولد سالم لا في وعاها لا ناقص جارحا ولد سليم لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ربنا قال فلما آتاهما صالحا زي ما هم طلبوا سألوا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون لبنا ربنا ادعوهما الولد السالم الصحيح جعلوا لله عز وجل شركاء وده كيف انه يقول لك الودة انا قاعد عشر سنة ستة سنة طمانتاشر سنة ولد ما جاني انا سكت المرأة ومشبهها للفقرة تمانية شهور بقين جارين ورد كاترة رفته ينسب النعمة لغير المنعم وهو الله سبحانه وتعالى قل لك الجنة ده جابه الفقرة والكلام ده اخواننا اللي بيقولوا الدعاء ده ده ما كلام في الاساطير ولا في الافلام السينمائية ولا كلام ده اين من اليهود والنصارى ده قاعد واقع نحن عايشينه الان كثير من خلق الله كثير من خلق الله اذا ارادوا الولد ذهبوا الى من يسمونهم هم بالاولي والصالحين عشان يدوم ولد ويدوم جنة والكلام ده جابه في تلفزيون السودان تخيل تلفزيون السودان واحد جاء وقال كمان الكرامة تمشي على قدمين واحد قال مشى للفاكيه كويس قال له داير ولد لقى ولد الفاكيه في الباب قال له مشى وين قال له والله انا جيت لأبوك عشان يديني ولد قال له خلاصا الديتك ولد خشي على الابو قال له انا جيتك للولد ولدك اداني ولد قال له ما دام ولدك ولدي اددك ولد انا زاتي اددتك ولد لكن امشي لي ولدي اللي فرز ولد لدك له من الولد الان اددتك له في تلفزيون السودان ربنا قال فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون بعد ذاك ربنا ذكر الناس اللي بيشركوهم في عبادة الله بصفات النقص اللي بيها ما بيستحق العبادة مع الله ربنا قال ايشركونا عندهم اربع صفات ما لا يخلق شيئا ما بيخلق حاجة ربنا قال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله الرسل الملائكة الصالحين الطالحين الجن الشياطين ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ضبانايا واحدة ما بيخلقوا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم ياخذ منهم بقوة وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه مش يقدر يخلق ضبانا يخلق ضبانا قال لك الضبانا لو جات واكلت من اكله وسلبت يعني اخذت من غير اذنه قال ما بيقدر بيرجع الخشج وبطن الضبانا ربنا قال ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز ولذلك ربنا قال ايشيركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الشيخ ذات هم اخلوق ربنا خلقوا وضعيف ومحتاج لالله سبحانه وتعالى شان كده مؤمن الال ياسين قال 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 اتخذ من دونه الهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون وآيات كثيرة جدا ولذلك ربنا عز وجل قال ايشيركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ما بيقدر ينصر الزولة ادعوا من دون الله ولا انفسهم ينصرون هزاته لو وقع في شدة ما بيقدر يحر رقبت من الشدة فكيف الانسان يدعو مع الله لا بعدها ربنا قال قال وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم بشر زي ما افداعي تخاف منه ولا تطلب منه ما لا يطلب الا من الله سبحانه وتعالى ابراهيم قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي فرعان لما سأل موسى سؤال بتاع تعنت قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين الاكل والشراب نعمة من الله ربنا قال فلينظر الانسان الى طعامه شوف النعمة ان احنا فيها نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا المزيد ونحمد الله على فضله عين الصين ايدي فيها اشنو شوف الاكل ده ربنا قال فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا الحبوب بانواعه ناس يأكلوا منها كسرة ناس قراصة وغيرها كويس والنبات يقوم تأكل منه البهاين تطبح البهاين تستفيد منه نعم من الله وبعد ذاك ربنا يديك الفاكهة تحلي وبعد ما قطعت الحبوب حقتك العيش ولا الدخن ولا غيره بتشيل القصب بتديه بهمتك انت بتشرب لبن والبهيمة بتسمن وبتلد وبتنتفع منا وبتحمل عليها الاثقال حقتك من المتاع وبتحرط ليك الواطأ منافع كثيرة فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبد طعام البهاين متاعا لكم ولأنعامكم يقوم من تحت يا طويل الليد طويل الليد عنده في الصينية دي شنو ما عنده حاجة مع الله الدخل طويل الليد هنا شنو ولذلك يا أخواننا الزوائد ده من الآيات بعلم الزول التوحيد الزول بعد مرات بيخش في مضايق والمرأة بتكون دائرة حاجات والأولاد عيانين بعد ده بيبقى الزول النجيط في ناس ما بيستحملوا طوال يمشي يقول لك يا أخدار اللي لنا حجاب ريزك يمشي يفتش حجاب بتاع ريزك والشيخ لما نبعليك الحجاب مرته زاته زنقة خليك منك اتا الشيخ زاته مزنوق انت كده فرجت عليه واردت روحك ده غير انه شرك عرفت فالإنسان يا أخواننا ما ممكن يطلب له مخلوق زيه ضعيف ما عنده حاجة شان كده ربنا قال في صورة الانعام قل أفغير الله أتخذ وليا صفته شنو فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم ربنا من رزقنا أي زول الليلة أكل هنا ده كويس ربنا سبحانه وتعالى ساقنا كلنا نجينا أكل الليلة تلقى في زول جمي سفر وزول جمي بعيد وزول جاب الدرب وزول دق تلفون وزول تلفون مكفول فتحه عشان يجي ده كل رزق بوزعه ليك الله غير الله لو جابوا للرزق ده فيه دفارات قالوا ليه وزعه على أصحابه بقدر يوزعه عرفت ولذلك يا أخواننا الزواج ده فيه قيم عظيمة هلاس فأول حاجة ما تلاويس من الرزق رزقك بجيك وربنا قدر ما يديك من الولد والذرية ويعني التكاليف والأتعاب دي كلها على ربك سبحانه وتعالى فنحنا كلامنا ده بنقوله للشباب لأن والله البلد دي فيه مصائب كثيرة مصائب عجيبة بيقبت مصائب في الأولاد خليك من البنات والله نحنا الآن بنقول للشباب تغوض بصرك من بعض الأولاد خليك من البنات مصائب متلتلة بلاوي عجيبة والواتساب والفيسبوك والمصائب دي جايب لنا حاجات والله يتحير الزول الما بتحير حاجات عجيبة فالزول يا أخواننا يشي تحير الشاب ما تلاوز ما تلاوز من الرزق أسعى وأمش أفتش واستعين بالله سبحانه وتعالى وتوكل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتعود بطانا وربنا سبحانه وتعالى بيبدل أو الإنسان اللي بيسعى لأنه يعف نفسه ويسعى إلى مرضات الله ربنا غير أنه يعين ببارك له ويزيده وربنا سبحانه وتعالى بيحفظه ويجزيه خير الجزاء يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والظل هو ظل يخلقه الله يوم القيامة ما صفة وإنما ظل يخلقه الله يوم القيامة قال من السبعة قال ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ده ابتعد من إنه يقضي شهوة بالحرام ربنا بجازي يوم القيام والليلة إنت قدر ما تعاين وقدر ما تمش الحرام بيدعوك ليه زل تلقاه راكب في الحافلة عجيب لبس خليع كويس جرأة شديدة من البنات الحرام متاح وكمان الجماعة دارين يقننوا ليه في واحدين بيقول يقننوا للموضوع ده يقول لك ما لك يا أخي وزاته تجد ساعة اتناشر بالليل أبوها يسأل ليه من حقها تجي اتناشر بالليل يبقى دمابوها دمابوها تمشي تعمله في محل تاني وليه أخوها يسأله وهي ما مسؤولة دارين يخلوا المجتمع مجتمع مليء بالدياثة مجتمع فاشل وفارق فدي كلها يا أخوانا مصائب يتقيف للإنسان الشاب خاصة والمسلم مستهدفينه في أخلاقه تتكون إنسان إنسان أخلاقك عالية ما تعال للحرام ولو قالوا عليك متخلف أو متزمت أو منكفي أو متقوقع أو رجعي أو من العصور الوسطى يا حب ذا العصور الوسطى لو جاتنا الليلة يا أخي زمان قال لك تبرج الجاهلية المرأة تملك خاصة بس تمرق لها خاصة من شعرها أسي لو جن الجاهلية يسوى شنين لو جن النساء الجاهلية وفي شنو ذات المبر والله إلا تستعين بالله عز وجل كما فعل يوسف عليه السلام قال رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين الشباب الليلة المصائب وروا كثيرة لكن أخوانا الشاب النجيط الذي يطمع فيما عند الله في الآخرة بيستقيم على دينه بعدين ذاته الشاب لما يحافظ على دينه وعلى أخلاقه يحافظ على نظره ما يقعد مع البنات ويبعد بعيد يتقل الفتنة الحذر منها النبي صلى الله سلم ربنا بوفقه حتى في حياته الزوجية ما تسمع ما تسمع الصعليق البكور كلان ديل قل لك ما تقعد معه وحده وهي زي أختك وكده ده طوالب تلقاهه واقف في الصف بتاع الدكتور عنده أمراض معينة الناس الكبار عارفين ديل يهم ذاته ليه لأنه ربنا جازه شهوة دي فرغ في الحرام عاياً لحرام عنده جزء من الشهوة يتفرغ صافح جزء من الشهوة بتاعته يتفرغ عرفته سمع أغاني جزء من الشهوة بتاعته يتفرغ لكن دات محافظ على شهواته ما يقضي شهوة إلا في الحلال كما قال الإمام القرطبي رحمه الله فتكون شهوة أكمل واستمتاع بيها أتم من داك داك تلقاه بيزازي بيغادي عينه ما ملانا عرفته وبعد شهوة بتبقى فضايح لو ما شيت ما شيت المحاكم بتاعته الأحوال الشخصية والله إلا سيد إضمينك وتجي ماري فضايح سببه شنو سببه مخالفة الدين ومخالفة الطريق الشرعي ما تتخيل إنه الزولة دار يقري بليك الحرام ده دار ليك خير عرفته فدي أخواننا كلها بتدعو الشاب المستقيم والشاب المسلم إنه يبادر إلى الأعمال الصالحة ما قدر الإنسان يصوم أنت كشاب صوم ما قدرت على الصوم صومت كثير برضو عندك طاغة أمشي تريض رياضة مباحة عرفته تريض رياضة مباحة أشغل نفسك بالنافع أمشي تعلم علم ينفعك ولو في الدنيا كويس يكون الشاب يا أخواننا ما قاعد متحري لكن زل عنده تلفون وعنده نت عشرة جيجا في الشهر كويس وقاعد براه وقدامه غنبتا مسلسلات طبعا ما تزال من المسلسلات الليلة وأفلام نتفاتح كويس وعنده أوضة براه أو ما عنده أوضة والشارع لو مش هتكلم مع أي واحدة بتمرق معاه ده بكون حاله جنو حاله جنو ده بكون حاله كيف ولذلك يا أخواننا لو بيقيت قاعد وبيقيت في فرغة وبيقيت منصاحب لك شلاليات دارين يخربوك شلال بس همهم كله إنه يغربوا الزولة الماشي كويس كويس ولذلك الإنسان يا أخواننا يذهب ويمشي إلى الحلول الشرعية الإنسان في الزواج يا أخواننا يبتغي رضى الله سبحانه وتعالى وإنه يكون له أسرة قائمة على دين وقائمة على إيمان وقائمة على تقوى يكون له أسرة يعلمهم الصلاة ويعلمهم ذكر الله سبحانه وتعالى ويرفع بهم الجهل الموجود في الأمة الأولاد يعلم الأولاد القدر المرأ تعلم النسوان المعاه وهو يعلم من استطاع وتكون له الولاية الحق لأنه ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض تكون إنسان قيم على أهلك على بيتك على أولادك تقيمهم بالتي هي أحسن وتقوم من احتاج إلى التقويم وتشد على من احتاج إلى الشدة ولا تترك هذا المنصب الذي ولاك الله له في الأسرة إلى الزوجة وإلى الأولاد فتضيع الأسرة بأجمعها نصى الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك للزوجين ونصى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج مباركا بارك الله فيكم أجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله